من كان جزءاً من المشكلة لن يكون إلا جزءاً من الحل هذه هي السياسة الأمريكية الجديدة في اليمن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيت شينكر أكد وجود محادثات مع جماعة الحوثيين المقربة من طهران وقال إن زيارته للرياض تأتي في إطار مساعي إنهاء الحرب في اليمن من خلال إجراء محادثات مع كل الأطراف بما فيها الحوثيون لمحاولة إيجاد حل للنزاع القائم ميليشي الحوثي وبعد أن نفت وجود محادثات بين الجانبين عادت لتؤكد استعدادها للحوار وقالت على لسان إحاد قياداتها إن الحديث عن وجود حوار أمريكي مع جماعته يعتبر نصراً عظيماً ودليلاً على أنهم على حق حسب قوله وهكذا أصبح الحق عند الجماعة التي ترفع شعار مواجهة أمريكا وإسرائيل هو الاعتراف من أمريكا تأتي المبادرة الأمريكية تزامناً مع تكتيف الحوثيين ضرباتهم الصاروخية وبالطائرات المسيرة ضد السعودية وفي ظل تصعيد التوتر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران وهو ما يدفع البعض لترجيح أن هذه المحادثات تأتي في إطار سراتيجية جديدة تتبعها واشنطن للتعامل مع إيران وأدواتها في المنطقة ولهذا فإنها قد لا تعني نهاية الحرب اليمنية أو حلاً سياسياً قريباً بقدر ما تعني بحث شروط جديدة لاتفاق نووي جديد مع إيران في وقت سابق دعت واشنطن الرياضة للانخراط في حوار مع جماعة الحوثي وأكدت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اتفق خلال مباحثته ما في واشنطن على أن الحوار هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار اليمن وازدهاره ووحدة أراضيه وصلت الحكاية إلى نهايتها إذن فتعطيل خيار الحسم العسكري طوال الأربع سنوات الماضية أدى إلى تعاظم قوة الميليشيا والتي صارت تشن ضربات متواصلة داخل العمق السعودي ليأتي الآن دور البحث عن مخرج آمن لجميع الأطراف ما عدى اليمنيين الذين يتحدث الجميع باسمهم ولا يحصلون على شيء